شهدت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة عنب بوش بولاية أملب واقي مراسم تنصيب الريتل المتنقل لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات حيث تم تسخير أزيادة من 700 عونة لتفعيل جهاز الوقاية والتدخل أثناء اندلاع الحرائق كما جندت مدرية الحماية المدنية لولاية أملب واقي كافة إمكانياتها المادية والبشرية لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق طيلة موسم الصيف الهدف من هذا الرتل المتنقل هو الوقاية من حرائق غابات والمحاصيل الزراع على مستوى الولاية ويضم هذا الرتل إلى 765 عون بمختلف الرتب موزع على 17 فوج كل فوج يضم 45 عنصر بمختلف الرتب بالإضافة إلى تنصيب ثلاث مركز متقدمة بأولاد حملاء بعين مليلا وسيقوس واقصر صباحي والحماية المدنية تبقى في حالة قصوى تحسبا لإيطار للحفاظ على منتوج الفلاح